هذا وأتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز مسجد المشعر الحرام بمزدرفة لاستقبال الحجاج هذا العام وفق البرتكولات المعتمدة من الجهات المختصة لتحقيق التباعد وسط منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية التي تقدمها الوزارة على مدار الساعة وفق الخطة التنفيذية الشاملة بالتكامل مع جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية ونفذت الشؤون الإسلامية عدة مشاريع تطويرية لمسجد المشعر الحرام بمشعر مزدرفة